اشتركوا في القناة ان الزرة هي وحدة البناء والتركيب بالنسبة لجميع المواد نفس الكلام عندنا هنا هنتكلم على مين عن الخلية هي وحدة البناء والوظيفة بالنسبة لمن اللي كان الحي اللي قدامنا ده عبارة عن انسان كان حي بيتكون مجموعة من الاجهزة زي الجهاز الهضمي الجهاز الاخراج الجهاز التنفسي كل جهاز زي مثلا ده مثلا اللي هو الجهاز الهضمي بيتكون من حاجات اقل منه حاجات اظهر منه اسمها اعضاء المفرد بتاعها عضو زي المعدة مثلا المعدة ديت تتكون مجموعة من الأنسجة والنسيج بيتكون مجموعة من الخلايا يعني معنا كده الخلايا هي وحدة البناء والوظيفة بالنسبة مين للكائن الحي فبقول لي هنا الكائن الحي يتكون من عدة أجهزة يتكون كل منها من عدة مين الأجهزة أقولنا بتتكون مجموعة من الأعضاء عدة إيه؟ عدة أعضاء ويتكون كل عضو من عدة مين؟ من عدة أنسجة تتكون دورها من عدة خلايا والتي تقوم بدورها بمجموعة من العمليات الحيوية هي عمليات حيوية زي ايه؟ زي التغذية زي النمو زي التنفس كل حاجة من اللي أنا قلتها دي اسمها عملية ايه؟ عملية حيوية يبقى معنا كده ان الخلايا هي وحدة البناء والوظيفة بالنسبة من للكائن الحي العلماء بدوا هنا يحاولوا يصنفوا الكائنات الحية يعني يصنفوها يعني يقسموها طب هنا العلماء هنا بدوا يصنفوها في مجموعات على حسب ايه؟ التشابه والاختلاف بينها اوجه التشابه والاختلاف بينها تمام؟ طب الكلام ده بيعملوا ليه؟ لسهولة دراستها والتعرف عليها يبقى هنا نقول لي على المياتي محاولات العلماء تصنيف الكائنات الحية هقول له لسهولة دراستها وتعرف عليها طبعا ده بسمي كلام ده اللي هو تصنيف وبسمي الفرع ده بسميه علم التصنيف عندنا هنا اللي قدامنا كده اللي هي الكائنات الحية هنبدأ نصنفه تابعا لنوع الخلية يبقى التصنيف اللي قدام اللي احنا نتكلم عليه تابعالمين لنوع الخلية فبقى سمي الكائنات الحية أي لحاجتين حاجة اسمها اوليات النواة والحاجة الثانية اسمها حقيقيات النواية أوليات النواية حقيقيات النواية يعني أوليات النواية؟ يعني النواية بتاعة الأول كائن ده غير محاطة بغشاء حواليها ما فيش حاجة تفصلها عن السيتوبلازم اللي هي موجودة فيه أما حقيقيات النواية فيه غشاء بيفصلها عن السيتوبلازم أوليات النواية كلها عبارة عن كائنات وحيدة الخلية زي البكتيريا دي اللي مين أوليات النواية؟ أما حقيقية النواة هقسمها الحاجتين كائنات وحيدة الخلية كائنات عديدة الخلية وحيدة الخلية أمثلة عليها زي الأميبة البراميسيوم اليوجلينا فطر الخميرة أما عديدة الخلية زي الفطريات زي النباتات زي الحيونات الفطريات زي فطر عفن الخبز عيش الغرب النباتات زي نبات الفول كأحد الأمثلة الحيونات زي حيوان الأسد طيب لما يقول هنا حل المخطط رقم واحد اللي وفاد ده بالإجابة على التساؤلات الاتية ما تصنيف كل من البكتيريا تعالوا نبص على البكتيريا كده البكتيريا هنا تبع مين؟ هذه البكتيريا عندنا تبع مين؟ تبع اللي هي أوليات النواة فإذا تصنيفها اسمها إيه؟ أوليات النواة فكتبله هنا أوليات النواة ده بالنسبة من لي؟ للبكتيريا فطر عفن الخبز طبعا فطر عفن الخبز عنده تمام ده بيتبع مين بيتبع لها الكائنات عديدة اللي هي الخلايا بيتبع الفطريات كائنات عديدة الخلايا حقوقية النواة ممكن نجبها له بالتفصيل ناخد بعد كده حدد وجه التشابه ووجه اختلاف بين البكتيريا والأميبة البكتيريا والأميبة هذه البكتيريا تمام ودي اللي هي الأميبة عاوزين تشابه بينهم واختلاف اول حاجة هم متشابهين فين متشابهين ان هم الاثنين عبارة عن كائنات وحدة الخلايا البكتيريا عبارة عن كائنات وحدة الخلايا الأميبة عبارة عن كائنات وحدة الخلايا ده التشابه طب الاختلاف البكتيريا بتدعمين اوليات النواة اما الأميبة بيتبع حقوقيات النواة هنيجي بعد كده للسؤال اللي بعد كده حدد وجه تشابه ووجه اختلاف بين فطر الخميرة وفطر عيش الغراب خميرة وعيش الغراب ده الخميرة عندنا الخميرة وفطر مين عيش الغراب ده الخميرة ها وده فطر مين عيش الغراب عاوزين هنا واجه التشابه واجه ايه واجه اختلاف عند هنا اللي هو التشابه عندنا هنا التشابه ان هنا طبعا ده عبارة عن اللي هي كائنات الاختلاف الاول كده ده عبارة عن كائنات وحيدة مين وحيدة الخلايا اليمين فطر خميرة أما اللي هو عيش الغراب ده عبارة عن كائنات عديدة إيه عديدة اللي هو الخلايا يبدأ اسمه واجه إيه واجه اللي هو الاختلاف واجه التشابه إنه هما اللي اتنين بيتبعوا مين بيتبعوا اللي هي كائنات حقيقيات النواة ده اسمه إيه واجه إيه واجه التشابه اللي قدامنا طبعا ده فطر مين فطر عيش الغراب فبقول لي هنا إيه الفرق بين أوليات النواة وحقيقيات النواة نحن لسألين الفرق طبعا أن أوليات النواة النواة أو السيتوبلازم أو المادة الورصية بتاعت الكائن الحي المادة الورصية بتاعت الكائن الحي غير محاطة بغشاء نووي غير محاطة بغشاء يعني معنا كده المادة الورصية موجودة في قلب السيتوبلازم أما حقيات النواة المادة الورصية معزولة عن السيتوبلازم بحاجة اسمها الغشاء النووي الفرق برضا بين الكائنات اللي هي وحيدة الخلية والكائنات عديدة الخلية إن طبعا ده من إسماء كده ده بيتكون من خلايا واحدة إنما طبعا ده بيتكون من ملايين من الخلايا عندنا التفاعل عندنا حاجة اسمها أوليات النواة وحاجة اسمها إيه حقيقيات النواة إيه التشابه بينهم التشابه هنا هيكون فيه اللاية النواة اللي أنا بقول لما وجه التشابه بين النواة في الخلايا الحيوانية والخلايا النباتية وإيه يواجه الاختلاف بين نواة الخلايا البكتيرية ونواة الخلايا الحيوانية والنباتية تعالنا كده نبص على الأشكال دي الأول كده طبعاً دي اللي قدامنا دي عبارة خلية حيوانية يبقى دي عبارة مين خلية حيوانية اللي في النص دي عبارة خلية نباتية دي عبارة خلية بكتيرية فانا عند فيه بعض الحاجات بيكون موجودة فيهم تمام وحاجات مش موجودة فهنا بقول لي هنا تعاون مع زملائك لمقارنة تراكيب كل من الخلية الحيوانية والخلية النباتية بصفتهم من حقيات مين النواة وأن حقيقية النواية يعني النواية زي ما احنا شايفين كده المادة الورصية بتاعتها معزول عن مين معزول عن السيتوبلازم فعشان كده بسميها حقيقية النواية إنما هنا المادة الورصية دي المادة الورصية موجودة فين في قلب السيتوبلازم مفيش حاجة بتغلفها عشان كده بسميها أوليات النواية والخلية البكتيرية بصفتها منين من أوليات مين أوليات اللي هي النواية فبقول لي هنا في حط هنا ضع علامة صحة وغلط في ألخانة مناسبة بالجدول اول حاجة الجدار الخلوي الجدار الخلوي هل موجود في الخلايا الحيوانية دي خلايا حيوانية اول حاجة يا مطبرة هنا حاجة اسمها الغشاء البلازمي اول حاجة مطبرة اسمها ايه الغشاء مين البلازمي هنا مفيش جدار خلوي انما عند في الخلايا النباتية في مين فيه جدار خلوي في ايه جدار خلوي اللي هو اول حاجة يا مطبرة بس سميه جدار خلوي يبقى عند الجدار الخلوي موجود في الخلايا النباتية وموجود فين فيه الخلية البكتيرية إنما طبعا الحيوانية مفيش موجود هنا في النباتية موجود فين في البكتيرية الحاجة التانية وجود الغشاء البلازمة اللي هو غشاء الخلية طبعا ده هلقيه موجود فيهم كلهم فهنا عندنا فيه غشاء بلازمة تمام في الحيوانية موجود اللي هو لونه أصفر ده موجود فيه النباتية كمان عندنا الغشاء البلازمة موجود فين فيه اللي هو خلية البكتيرية فإذا ده موجود في التلاتة هنجي بعد كدا وجود النواة النواة عند موجودة فين في الخلايا الحيوانية دي نواة في الحيوانية موجودة فين في النباتية انما طبعا مش موجودة فين في اللي هو الخلايا البكتيرية فعند هنا النواة موجودة في الحيوانية موجودة في نباتية انما لا توجد فين في البكتيرية وجود السيتوبلازمة طبعا موجود في مهمة التلاتة ده بالنسبة للسيتوبلازمة السيتوبلازمة عندي كل السائل الهولامي اللي موجود ده بسميه مين بسميه سايتوبلازم بسميه ايه سايتوبلازم الموجود عندي وموجود هنا وكمان هل ايه موجود هنا كمان فين في الخلايا مين البكتيرية هنيجي بعد كده بوجود جهاز جولجي جهاز جولجي موجود في الخلايا الحيوانية جهاز جولجي جهاز جولجي موجود في الخلايا الحيوانية قدامي ها موجود في الخلايا اللي هي النباتية انما طبعا مش موجود فين في الخلايا اللي هي البكتيرية يبقى موجود في النباتية في الحيوانية الأول وبعد كده النباتية وبعد كده أي مش موجود فين في البكتيرية الريبوسومات هلقيها موجودة في الخلايا الحيوانية الريبوسومات الريبوسومات قدامها ليه النقط ديت تمام ريبوسومات موجودة في الحيوانية موجودة في النباتية وعند هنا بالنسبة ليه اللي هي البكتيرية كمان موجودة فين في الخلايا مين البكتيرية يبقى ده موجودة في الثلاثة علشان ديها مراجز انتاج البروتين داخل الخلية الشبكة الاندوبلازمية الشبكة الاندوبلازمية هل هي موجودة اللي هي حولين النواديات بسمها شبكة اندوبلازمية موجودة في الخلية الحيونية موجودة في الخلية النباتية انما مش موجودة فين في خلية البكتيريا يبقى موجودة هنا وموجودة هنا بس مش موجودة هنا الميتوكنديريا هل هي موجودة في الخلايا الحيوانية ميتوكنديريا موجودة في النباتية وعندي هنا بالنسبة لي الخلايا البكتيرية مش موجودة يبعى عندي موجودة هنا وهنا إنما مش موجودة في خلايا البكتيريا وجود الجسم المركز اللي هو السونتروسوم هل هي موجود في الخلايا الحيوانية تمام مش موجود في الخلايا النباتية ومش موجود في مين في اللي هي خلايا البكتيريا يبعى موجود في الحيوانية فقط مش موجود هنا ولا هنا البلاستيدات طبعا هل هي موجودة في الخلايا النباتية فقط بلاستيدات موجودة ها دي البلاستيدة تمام مش موجودة هنا في الخلايا البكتيرية ولا موجود فين في الخلايا مين الحيوانية يبقى عند الحيوانية مش موجودة النباتية موجودة مش موجودة هنا الفجوات هل هي موجودة في الخلايا الحيوانية فجوات فجوة ها دي فجوة بيكون حجمها صغير هنا هنا حجمها كبير وعند هنا بالنسبة لي خلية البكترية مش موجودة يبقى عندنا الفجوات موجودة في الحيوانية موجودة في النباتية اللي توجد في خلية البكترية فبقول لي هنا أوليات اللي هي النواة كائنات حية كلها تتكون من خلية واحدة عشان بسميها أوليات النواة بسيطة التركيب التركيب بتحها بسيط صغيرة الحجم من نسبة حجمها صغير المادة الورصة إذا ما احنا تفاعل موجود فيهن في السيتوبلازم غير محاطة بغشاء نووي ما فيش غشاء نووي بيغلفها زي ما احنا شايفين المادة الورصية موجودة فين في قلب مين في قلب السيتوبلازم عشان كده بسميها ايه أوليات النواة حقيقيات النواة سواء اللي هي الحيوانية أو النباتية عبارة عن كائنات حية قد تكون وحدة الخلايا زي الأميبة قلنا أو عديدة الخلايا زي النباتات أو الحيوانات أو الإنسان بيكون طبعا أقصر تعقيدا حجمها بيكون أكبر نسبيا بتحتوي على نواة حقيقية وقلنا كلمة حقيقية يعني ايه يعني تحاط مادتها الورصية بغشاء نووي بيفصلها عمين عن السيتوبلازم يبقى عندي هنا المادة الورصية موجودة فين جوه النواة هنا معزول عمين معزول عن السيتوبلازم هنا نفس الكلام المادة الورصية جوه الخلاق جوه النواة معزول عمين عن السيتوبلازم بقول لي هنا قيم نفسك وقيم فهمك أكمل شكل فين اللي قدامنا ده بما يناسبه من أرقام العبرات التالية فهنا بقول لي أول حاجة رقم واحد من أوليات النواية أوليات النواية طرح بتبدع مين في دول طبعا بتبدع مين اللي هي الخلية البكتيرية فهنا رقم مين رقم واحد الحاجة اللي بعد كده تحتوي على بلاستدات خضراء مين اللي فيها بلاستدات طبعا الخلية النباتية فقط يبقى ده رقم اثنين تحتوي على جسم مركزي الجسم مركزي اللي هو السنتروسوم موجود في الخلايا الحيوانية فقط يبقى هنا رقم ثلاثة المادة الوراثية محاطة بغشاء ناوي يعني حقيقية النواية طبعا ده رقم اربعة اللي هي فين في الخلايا النباتية والهي في الخلايا مين اللي هي الحيوانية طبعا مش موجودة فين في الخلايا البكتيرية تحاط بجدار خلوي الجدار الخلوي اللي هي في الخلايا النباتية هي رقم 5 وليه كمان فيه اللي هو الخالية البكتيرية رقم 5 تحتوي على سيتوب لازم طبعا كلهم فيه سيتوب لازم هنا 6 وهنا 6 تحتوي على فجوات الفجوات اللي هي في الخالية النباتية اللي هي رقم 7 بيكون حجمها كبير في الخلال الحيوانية بيكون حجمها صغير مش موجودة فين في الخالية البكتيرية اشتركوا في القناة هتكون بجميع مين العملات ايه الحيوية تنافس واخراج وتغذية كل حاجة تقوم بها لاستمرار الحياة بتاعتها ودي كائنات مجهرية مجهرية يعني مش هادر اشوفها عن طريق مين الميكروسكوب لا ترى بالعين المجردة لازم عشان اشوفها لازم مين الميكروسكوب اللي قدامنا ده بسميه ميكروسكوب الضوئي بيشتغل بالضوء الكائنات اللي هي الحياة وحيدة الخلية قد تكون من اوليات النواة زي مين زي البكتيريا زي مين زي البكتيريا او حقيات النواة زي مين زي اليولينا او البروتوزوة اللي هي الاميبة او البراميسيوم يبقى عند اوليات النواة حاجة من الاتنين يمتن اللي هي البكتيريا عند اللي هي كانت وحدة الخلية حاجة من الاتنين يمتن اوليات النواة يمتن حقيات النواة اوليات النواة زي البكتيريا حقيات النواة امثال عليها زي اليولينا زي الاميبة البراميسيوم الاميبة والبراميسيوم بسميها ايه البروتوزوة فنعند هنا بعض الاشكال طبعا ديها اللي هي اللي يقولين تحت ميكروسكوب بتظهر بالشكل ده ده الاميبة ده اللي هو البراميسيوم تحت ميكروسكوب بيظهر بالشكل ده الكانت التانية اللي هي عديدة الخلايا من اسمها برضا كده جسمها هنا بيتكون من العديد منين من الخلايا وطبعا هنا تتميز بالتخصص يعني كل مجموعة من الخلايا اللي هو النسيج يعني هيكون له عضوه والعضو هنا مع بعض وهيكون اللي هو الجهاز مجموعة العظامة مع بعضها يكون ايه اجهزة والجهاز هنا هيقوم بوظيفة معينة فانا عندي في جهاز هاضمي فيه جهاز تنفسي كل جهاز لهو وظيفة معينة هيؤديها علشان تقدر تقوم بمين بالعملات اللي هي الحيوية اللي هي محددة بتاعتها طبعا ده بيكون كائنات اللي هي كبيرة النسبين حجمها بيكون اكبر اقدر اشوفها بالعين المجردة كلها هنا بيكون ايه حقيات مين النواة زي النباتات أي مثال عندنا النبات الحياة هنا كلها برضك بسمها كانت إيه حقيقية النواة في حاجة عندنا حاجة اسمها الخلايا الجزعية الخلايا الجزعية الشكل اللي قدامه ده عباره عن طين سلصال تمام هنا ممكن هنا نلاقي هنا في بعض الأشخاص اللي هم فنانين ممكن نشاكله اللي هو طين السلصال ده علىية إيه اللي هي منتجات من اللي هي الفخار اللي هي الأوان اللي هي قدامنا ديت وطبعا الكلام ده اللقوا اوان اللي هي الفخار ديتنا في مدينة اللي هي الفستات اللي هي قريبة من متحف اللي هو الحضارات يبقى عندي هنا طين السلصال بدأ يتشكل الى عدة ايه اشكال تانية تمام يعني هنا ديه بيسميها اللي هي مادة غير غير متميزة يعني مش محددة ممكن اعمل منها اي حاجة اي شكل من ده ممكن ايه اعمله منها نفس الكلام ربنا خلق عندنا حاجة اسمها الخلايا الجزعية الخلايا ايه الجزعية زي ما احنا شايفين في الصورة كده جهت خلايا جزعية تمام الخلايا الجزعية ديتنا ممكن تتحول الى اي نوع من الخلايا الاخرى فممكن تتحول الى خلايا عصبية اللي هي كون المخ ممكن تتحول الى خلايا معوية اللي هي كون الامعاء ممكن تتحول الى خلايا كبدية اللي هي كون الكبد ممكن تتحول الى خلايا عضلية لها القدر على الانقباط والانبساط اللي هي كون منها كون العضلات يبقى عندي الخلايا اللي هي قدام ديت اللي هي خلايا عصبية خلايا معوية خلايا كبدية خلايا ايه عضلية الخلايا الجزعية لها عدة خصائص بتتميز بيها اول حاجة قدرتها على تجديد نفسها يبقى اول ميزة بتتميز بيها القدرة على تجديد نفسها من خلال عملية الانقسام يبقى هنا لو حصل في اي حاجة هتبدأ تجدد ايه نفسها مرة تانية الحاجة التانية عندنا انتاج المزيد من الخلايا الجزعية يبقى لها قدر انها تقدر تجدد نفسها مش بس كده بس ده كمان تطلع كمان اللي هي ايه خلايا جزعية جديدة الحاجة التانية عندنا قدرتها على التمايز يعني التمايز يعني تقدر تتشكل وتديني نوع تاني من الخلايا على حسب احتياجات الجسم لانواع متخصصة منين من الخلايا الموجودة فين في الجسم فانا عندي هنا ديات خلايا غير متميزة تمام يعني ملايش شكل معين ممكن تتشكل على حسب ايه احتياجات الجسم والله هنا في مشكلة في الخلايا العصبية تبدأ تشكل ايه تكون لخلايا العصبية او خلية مع ويهة او خلية كبديه او خلية او خلية عضلية على حسب اي حتياجات من الجسم يبقى معنى كده ان الخلية الجزعية عبران خلاية اي غير متميزة مليا الشكل محدد لها القدرة عليه على التحول والتميز الى جميع خلايا مين الجسم المتميزة سواء عصبية سواء مع ويهة على حسب اي احتياجات الجسم عشان تقدر بعد كده تقدر تقوم بوظيفة اي محددة ومتخصصة فيها لأنه عندي هنا كل خلايا من دية له وظيفة معينة ده مثلاً اللي هي توصيل اللي هي السيالات العصبية ده مثلاً اللي هو اللي هيساعد في عملية العضم وكمان امتصاص المواد الغذائية فهنا على حسب إيه اللي هي نوع إيه الخلايا اللي هي هي هتتحول له بتختلف وظيفة الخلايا اللي بنا تابعاً لاختلاف إيه التركيب بتاح يعني مثلاً أقول لك الخلايا العصبية مختلفة عن الخلايا العضلية لأن دية له وظيفة ودية له وظيفة على حسب تركبها هل تركيب الخلايا العصبية اللي هي قدامي ديت شكل ده لا طبعا دي حاجة وديت حاجة لتنين مختلفين عن بعض وبالتالي ديت له وظيفة وديت له وظيفة ديت له وظيفة في توصيل السيالات العصبية اللي هي بنقدر نسمع ونقدر نتكلم كلام ده كله نقدر نشوف إنما طبعا الخلايا العضلية لها القدر على انقبض والانبساط يعني لها وظيفة في الحركة فإذن هنا الوظيفة هكون مختلفة على حسب التركيب بتاعها فعلى سبيل النسيج العضلة بالنسيج العضلية من خلايا بسمها الياف عضلية طويلة وده بتمكنها من أداء وظيفة الانقباض والإنبساط يبقى عندي النسيج العضلي له القدرة على الانقباض والإنبساط فعشان كده بيدخل في تركيب مين العضلات سواء العضلات ديت عضلات إيرادية يعني عضلات تحكم فيها أو عضلات اللي هي غير إيرادية لا تقدرش featured حكم فيها يعني مثلا عندي عضلة إيرادية زي عضلة إيدي sowie عضلة إيدي أتحكم فيها أدريك تبقى أدريك أعمل أي حاجة أعضلات رجلية أعضلات إرادية في عضلات تانية جوا جسمي ما أدرش أتحكم فيها زي مثلا أعضلات الأمعاء أعضلات المعدة ما أدرش أتحكم فيها أعضلات القلب كل دي اسمها أعضلات اللي هي إيه لا إرادية بقول لي هنا هل يمكن أن تكون أوليات النواهي خلايا جزعية مع تفسير طبعا لا ده أوليات النواهي دي تنواهي أصلا جسمي بتكوى منين من اللي هي خلايا وحدة وبالتالي طبعا دي تنوال ليس لها القدر على تكوين مين الخلايا الجزائية الباحثون هنا بدوا هنا يساعدهم في دراسة مين الخلايا الجزائية عشان يستفيدوا منها فأول حاجة هنا الاستفادة اللي هما بيحاولهم يزودهم فهم كيفية حدوث المرض المرض يا طرق بيحصل ازاي بيبدأ يجربهم مين على الخلايا الجزائية فلما يبدأوا هنا يحصل عملية تماثل للخلايا هيدارهم يفهمهم امتى تتحول الخلايا السليمة إلى خلايا مراضية تمام زي مثلا مرض السرطان والعزو بالله انتاج خلايا سليمة تقدر تحل محل اللي هي الخلايا المصابة بالامراض فهنا بيحاول يفكرهم الخلايا اللي هي حصل فيها مشكلة ديت اللي هي اصبحت مريضة تمام نقدر نشيلها وننتج مكانها من اللي هي الخلايا من اللي هي السليمة عن طريق اللي هي الخلايا الجزائية أو حتى الأدوية نفسها دواء جديد الدواء ده ده المروح أجربة على الإنسان مباشرة كده مدى الفعلية بتاعته تمام على مين على اللي هي الخلايا الجزعية يبقى هنا هيعملوا عملية نمو للخلايا الجزعية في المعمل ويبدأوا هنا يعالجوها عن طريقين عن طريق اللواء الدواء اللواء محل الاختبار ويشوفوا هنا تأثير بتاعة العملية على اللي هي الخلايا اللي هي موجودة هنكتفي بالكم ده كده والمر جاء إن شاء الله مشيط ربنا هنبدأ نحل أسئلة يارب يكون فهمنا ما تنسوناش من صالح دعواكم كان معكم استرطار أولى اللي كان إن شاء الله في حلقة قادمة وبتوفير الجميع يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله